فاز فريق الوداد الرياضي في كرة القدم على سيمبا التنزاني بنتيجة هدف لصفر في مباراة برسم دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا أحرز زكرياء الدراوي هدف الفوز في الوقت البدل الضائع بفوزه الشاق أنعشت فرص الوداد في التأهل لربع نهائي رغم السيطرة اضطر الفريق لتحمل الإرهاق وفشل يحيى جبران في تسجيل ركلة جزاء يحتل الوداد المركز الثالث